تخذ القوات الأوكرانية والروسية قتالا عنيفا في مناطق مختلفة من أوكرانيا مع اقتراب الاستفثاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها وقال الرئيس الأوكراني بلود ميرزلينسكي أن منطقة دونتسيك في الشرق لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده ولروسيا أيضا بينما احتدم القتال في عدة بلدات حيث تحاول القوات الروسية التقدم جنوبا وغربا ووقعت اشتباكات أيضا في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي محور هجوم أوكرانيا المضاد هذا الشهر ووصلت القوات الأوكرانية حاملة لإخراج أربعة جسور ومعابر نهرية أخرى من الخدمة بهدف تعطيل خطوط الإمداد للقوات الروسية في الجنوب وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية أن هجومها المضاد في خيرسون كبد الروس خسائر بلغت 77 جنديا وست دبابات وخمسة مدافع هوتزر وثلاثة أنظمة مضادة للطائرات واربع عشرة عربة مدرعة